ترتاجل إزاء الموقف الجديد اللي الكابتن شوبير حيقول إيه وحيسيب لي إيه وأنا حطلع أتكلم إزاي وكابتن شوبير بصصلك في الكلمة بصصلي في الكلمة ومعتبر إن أنا هتاخد منه أنا اللي بيأخد منه لكن الحقيقة هذا دوتو أنا وكابتن شوبير يارب نكون قدمنا الواجبة بالشكل اللي يليق بالقامات دي وكان يتوقعوها مننا وطبعا يعني هي بس اختادت حاجة إنك اختصرت بعض التفاصيل اللي انت كنت عطلع تقول على المسرح ما كانش عندك حرية بقى إنك تقول كل كل كلام اللي انت متوقعه والذكريات الشخصية اللي بتربطك بين ده وين ده إزا كان في فرصة نقدر نستكمل بعض الأمور هنا منت لازم أن تقول لي يعني المحتفى به أولا كابتن حسن حمدي إيه اللي انت ما قلتوش عن كابتن حسن وكابتن شو بير حرمك منه لأنه هو فضل مستنيلك أول ما وصلت لنقطة نقطت عليها جبتها نقطت عليها جبتها أكملا فأنت إيه بقى كنت عايز تضيف إيه لا أنا كنت عايز أتكلم عن كابتن حسن حمدي أي يعني أنا اتكلمت على الملمح بتاع شخصيته أي إنه هو أديه منظم وأديه مرتب وأديه بتاع لوائح وأديه بيعمل لنا ناسي وهو فاكر وأديه بيورطنا إن كل شيء لازم يبقى مكتوب ويتابع من هذا المنظور وبعدين النجاحات اللي حقاها من خلال هذه السمات الشخصية هاي إنما يعني كنت عايز أقول إن كابتن حسن هو امتداد لبعض القامات اللي أنا عاشتها وكيف كان كابتن صالح يثق فيه ثقة آآ مطلقة ويعني يسمح إن هذا الكادر ينمو في وجوده يعني على عكس الناس ما